بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعنا معكم عن كتابة الملائكة لأعمال بني آدم ويحكي القرآن الكريم هذا المشهد في قول ربنا سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر الخير الذي عملته في الدنيا وفعلته في الدنيا يأتي يوم القيامة يكون حاضرا بين يديك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا عندما يرى الإنسان الشر الذي فعله في الدنيا والسوء الذي قام به يوم القيامة يخجل ويشعر بالكسوف ويتمنى أن تبتلعه الأرض تود لو أن بينها وبينه آمادا بعيدا يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وهذا موقف لا يشرف أي أحد أما الذي عمل الخير يكون مسرورا فرحا بما رآه يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي حاضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وهنا قال الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بعد هذا التحذير يقول والله رؤوف بالعباد وقف الإمام الحسن البصري عند هذه الآية وقال إن الله من رأفته بخلقه قال ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم من غضبه ويحذركم من عقابه هذا ليس على سبيل التهديد والتخويف وإنما هذا من رحمة الله سبحانه بعباده إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال ربنا الله لطيف بعباده فهذا من آثار رحمته ومن آثار لطفه أن قال هذه الآية ويحذركم الله نفسه لماذا؟ لأن الله لا يحب العذاب ولا يحب أن يعذب أحدا من خلقي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما الذي يعود على الحق سبحانه وتعالى بالنفع أو الضرر من عذابنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ومع ذلك قال ولا يرضى لعباده الكفر يرضى لهم الإيمان يرضى لك النعيم يرضى لك الجنة فقف عند هذه المعاني وتأملها جيدا ثم قال في معنى آخر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الكتاب هو الذي فيه أعمالك صحيفة الأعمال والقرآن يقول هذا كتابنا ينطق كيف ينطق الكتاب وهو مكتوب قال المفسرون هذا من شدة البيان والتفصيل أن الله بيّن لك ما فعلته في الدنيا على جهة التفصيل قال لك أنك في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني فعلت كذا وكذا 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 على جهة التفصيل فمن شدة التفصيل كأن الكتاب ينطق بما فعلته أيها الإنسان هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ثم قال ربنا إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لماذا لم يقل ربنا في هذه الآية على وجه التحديد إِنَّا كُنَّا نَكْتُبْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قال إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ أي هناك نسخ من أعمالكم قال المفسرون ملائكة الأقدار يأخذون أعمال الإنسان كل عام في ليلة القد معهم ما تقوم به أيها الإنسان كل إنسان على جهة التفصيل فلان الفلاني سيفعل كذا في يوم كذا سيتزوج بكذا وسيولد له مولود وولده سينجح على جهة التفصيل هذا مع ملائكة الأقدار في كل عام في ليلة القد فيأتي الحفظة الذين يكتبون عليك الأعمال يريدون الإطمئنان لما كتبوه في كل إسبوع في يوم الخميس يعرضون هذا الكتاب على ملائكة الأقدار الذين معهم أعمال العام في هذا الكتاب من اللوح المحفوظ فيعرضون هذا الكتاب على هذا الكتاب ليطابقونه فإذا وجدوا ما كتبوه صحيحا ليس فيه زيادة ولا نقصان اطمئنت الملائكة الذين هم الحفظة الذين يكتبون أعمالك يعني لا يكتفون بالكتابة وإنما يعرضون هذا المكتوب على ما هو موجود في اللوح المحفوظ ليطمئنوا إلى هذه الكتابة انظر كيف عبر القرآن إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوا ثم بيّن لك الشرع الحنيف أن أعمالك ترفع إلى الله يومياً في صلاتي الصبح والعصر على جهة التفصيل وترفع أعمال الإنسان في كل أسبوع في يومي لسنين والخميس هذا على جهة التفصيل ثم ترفع أعمال العباد في كل عام في شهر شعبان هذا على جهة الإجمال كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن شهر شعبان ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم لماذا ترفع الأعمال في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام ليبين الله سبحانه وتعالى للإنسان أن كل شيء مكتوب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى فاللهم أكتب لنا الخير اللهم وفقنا لعمل الخير ووفقنا لما تحبه وترضاه هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته